شهدت حصيلة كورونا في الأردن اليوم انخفاضاً في أعداد الإصابات ونسبة الفحوصات الإيجابية مقارنةً مع الأيام القليلة الماضية عدد الوفيات المسجلة اليوم بلغ عشر وفيات فيما بلغ عدد الإصابات الجديدة 975 إصابة جديدة ومع إجراء الكوادر الصحية 30596 فحصاً مخبرياً اليوم بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 23% تقريباً مقارنةً مع 3.5% تقريباً يوم أمس عدد الحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات حالياً يصل إلى 540 حالة فيما يبلغ المجموع التراكمي للحالات النشطة 12.048 حالة أرقام الحملة الوطنية للتطعيم فيما يتعلق بالمسجلين ومن تلقوا الجرعة الأولى والثانية تشير إلى أن عدد المسجلين على المنصة وصل إلى أكثر من أربعة ملايين شخص وقد تلقى الجرعة الأولى من اللقاح أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون مقابل أكثر من ثلاثة ملايين تلقوا الجرعة الثانية حتى اليوم ترجمة نانسي قنقر